بسم الله الرحمن الرحيم الان احنا ان شاء الله حنبدأ اليوم في الصوت عملي وحنشوف بعض المفاهيم المتعلقة في الصوت وطبعا التطبيق العملي هذا حيكون على برنامج اوديشن المفاهيم اللي حنشوفها هذه يعني موجودة في اوديشن 2017 و2019 وما الى ذلك من اصدارات يعني احدث فمش هتفرق اذا كانت النسخة اللي موجودة عندكم يعني زي اللي عندي هاليه 2017 قديمة او احدث منها او اقدم يعني غالبا الشاشات اللي حفتحها موجودة في كل النسخة لي الصوت طبعا هو عبارة عن ميديا زيه زي الصورة وزي الفيديو كمان يعني الفيديو هو اصلا محتوي اصلا على الصوت الصوت بتم تخزينه ايضا على شكل بتات زي الصورة بنفس الطريقة ولذلك لما نيجي نبدأ ننشئ ملف صوتي على الاوديشن فحيطلب مننا برضو معلومات زي ما كان الفوتوشوب يطلب مننا معلومات عن الصورة زي الفوتوشوب مثلا كان يطلب مننا الريزيليوشن الويدث والهايت فنفس الشيء هان لو احنا ايجينا في برنامج اوديشن وروحنا قلنا لو بدنا ننشئ اوديو فايل جديد ملف صوتي جديد فحيطلب مننا معلومات عن هذا الملف الصوتي ومن المعلومات هاي طبعا اسم الملف وهذا نفس الشيء كان في الفوتوشوب للصور موجود وبيطلب مننا هان شغلة اسمها sample rate والتشانلز والبت دبذ المعلومات الثلاثة هذول طبعا هنحكي عنهم بتفصيل اكتر في المحاضرة النظرية لكن احنا ممكن نفهم يعني المعنى العام بتاعهم فالsample rate حيكون يعني بمثابة كثافة الموجات الصوتية اللي حيتم تسجيلها في هذا الملف الصوتي زي الريزليوشن تاع الصورة الريزليوشن تاع الصورة كان عبارة عن كثافة النقاط الخاصة بالصورة فمثلا صورة عدد بيكسلاتها عرضا وطولا اكبر من صورة تانية فمعناته انه هادي الصورة محتوية على كمية بيانات اكتر الان في شاشات العرض في اذا بتتذكروا شغلة اسمها dpi حكينا عنها بتذكر في الفوتشوب موجودة كانت لدبث بر انش كانت انه انها بتمثل كانت عدد البكسلات اللي بتتمثل في الانش ففي شاشة مثلا بتحط مثلا 300 بيكسل في الانش في شاشة مثلا 50 بيكسل في الانش الانش اللي هو المربع يعني قديش هادي وحدة مساحة يعني الانش زي السنتيمتر وحدة اطوال فاحنا في الانش المربع قديش هما بيحطوا او عفوا قديش عدد البكسلات اللي بيكون محتوى عليها في الانش الواحد لان طبعا قياس الشاشات في الانش دياجونال يعني من زاوية لزاوية احنا الان مش معنيين في الصورة احنا معنيين في الصوت بس هادي كانت في الصورة انه كل ما زادت كثافة البكسلات في مساحة معينة فمعناتها بتزيد جودة العرض على الشاشة هالنفس الشيء بتزيد جودة الصوت في السماعات اللي هي مكبرات الصوت اللي بتخرج الصوت اذا كان فيها عنه مكبرات صوت زي هيك مثلا فمكبرات الصوت هادي جودة الصوت اللي بيطلع منها بتزيد كل ما البت دبث هذا سامبر ريت زاد الان هذا بمثل عدد الموجات الصوتية اللي بيخزننا لنا اياها وطبعا وحدتها بالهيردز طبعا هادي وحدة القياس بالثانية يعني هنا الزمن او وحدة قياس الصوت بالزمن هناك في الصورة كانت بالمساحة يعني في الصورة كان يحكي كم بيكسل في الانش الواحد والانش هذا بوحدة قياس مساحة لان الصورة بتاخد يعني مكان على شكل مسطح ثناء الابعاد فعشان يك بياخد المساحة بينما الصوت بيقسوه بالزمن قديش انا الزمن من بداية انشاء الصوت لحد ما انتهت موجة الصوت ففي الحالة هادي احنا بنقيس الزمن ففي الثانية في الثانية الوحدة هو بيكون ها نسجل تمانية واربعين الف هيردز يعني تمانية واربعين الف موجة كأنه في سؤال تفضله طيب نكمل الآن بالنسبة ل الثانية هادي اللي هي السامب هاي لها علاقة بالقنوات الصوتية في بعض السيارات لو ركبنا في سيارة هتلاقي انه السيارة موزعة الصوت فيها في الطبلو بتاع السيارة يعني مثلا السيارة في اللي هو المقود وفي الطبلو بيكون قدام في السيارة وفي سماعة احيان بتكون على الشمال وسماعة اليمين السماعة عند السواق هαدي وسماعة عند الراكب اللي جنب السواق فطبعا المسجل بتاع السيارة بيكون في المكان هذا فالتشانلز هادي انه انه انا ممكن توصيلة السماعات هادي تكون بطريقة تخليني اقدر اطلع مثلا صوت الموسيقى على السماعة هادي وصوت المغني او المنشد او القارئ على السماعة اليمين فهيك انا صرت قادر اوزع الاصوات على السماعات وطبعا في بعض السينمهات بصير التوزيع الصوتي اكبر من هيك انا ممكن يوزع مجموعة السماعات ومثلا الجالسين هاي كراسي السينما في هذا المكان مثلا فوقيهم السماعات مثلا موزعة فبتلاقي شاشة العرض قدامهم لما مثلا يطلع صاروخ بتلاقي بيطلع الصوت في السماعة هادي بعدين بنتقل للسماعة هادي فالجالسين في السينما بصيروا يشعروا انه كأنه صوت يعني كأنه صاروخ حقيقي مشي من فوقيهم فالصوت انتقل من قدامهم لوراهم هذا الهدف من القنوات الصوتية انه احنا نتحكم في توزيع الصوت في الغرف او في الهولز يعني او في القاعات الاجتماعات البت دبث هذا مفهوم بيجي اله علاقة بقديش احنا بدنا نسمح للفوليوم يعني مستوى الصوت انه يتخزن في اكم بيت اذا بتتذكروا الصورة كان فيه الها بيكسل وبتتذكروا انه البيكسل كنا نوفر له عدد البتات اللازمة لتخزين المعلومة اللونية بتاعة البيكسل هادي فعدد البتات كل ما زاد كنا بنحكي انه بزيد عدد الالوان لاحتمالات يعني مثلا اذا one bit معناته عندي لونين يبيض يسود اذا two bits معناته عندي اربع الوان لما وصلنا 8 bit كنا نخزن 256 لون فهذا الرقم حصلنا عليه من عدد البتات نفس الشيء هان الفوليوم بتاع الصوت مستوى الصوت ممكن نتحكم في دقة المستوى بتاعه من خلال عدد البتات اللي ممكن نعطيها لكل سامبل لكل موجة فكل موجة ممكن تاخد حد اقصى من البتات نعبر عن الفوليوم بتاع الصوت يعني مستوى الصوت يعني مستوى عالي وصاخب جدا ولا مستوى منخفض جدا يعني بالكاد نقدر نسمعه هذا بالنسبة للإعدادات وطبعا كل ما زاد عدد البتات هذي بزيد حجم الملف فلو كان 8 بيكون اقل شيء لكن كل ما زادت البتات هذي بتزيد جودة الصوت طبعا السامبل ريت هذي برضو لها علاقة في الفريكوانسي اللي هي تردد الصوت وحنشوف في المحاضرة النظرية كيف احنا علاقة التردد هذا بأذن الإنسان وقدش قدرة الإنسان على سماع الترددات هذي الآن ننتقل للبرنامج مرة ثانية وخلينا ننشئ ملف جديد تمام وخليه على الديفولت وهذي 48 ونعمل أكي حاليته صار عنا في إمكانية إنه إحنا نبدأ نشطل على شاشة هذه الشاشة ما كانتش فاتحة من البداية إنما فتحتها ليد طيب الشاشة هذه إلها مكونات وطبعا هذي مكونات زي يعني برامج الصوت كلها هذا الجزء اللي أنا يعني الماوس عنده هذا الجزء حيرسم موجة الصوت كمان شوي أنا حسجل علشان شوفوا تسجيل الموجة الصوتية وانا بحكي باقي مكونات البرنامج هي مكونات مختلفة يعني هنا مكونات معلومات هنا بيعطينا مؤثرات هنحكي عليها في محاضرة لاحقة إن شاء الله هنا بيفتح ملفات الصوت كلها يعني ممكن أنا أفتح مجموعة ملفات صوت وأصير أنتقل بينهم وأخذ مقاطعة صوتية من ملف لملف تاني وهكذا المعلومات اللي هنا على اليمين هذي وحدة قياس زي ما تشايفين دي بي هذي الديسبل هي بتمثل الفوليوم قديش مستوى الصوت عالي ولا منخفض والل هذي لللفت والار هذي للريت يعني اللي هي السماعات الليفت والريت يعني طبعا أنا فتحتها ستيريو عشان هيك أجد تنتين يعني لو أنا رجعت أفتح ملف جديد اوديو فايل جديد وخليته مونو وحادي فهيفتح قناة واحدة فقط ما في قناتين إنما هذا الملف محتوي على قناتين لأنه فيه صوت للسماع الشمال وصوت للسماع اليمين طبعا فيه إمكانية أنه نفك القفل تاعم ونصير نحط أصوات مختلفة للسماعتين لكن هنا في الملف الثاني هذا اللي أنا فتحته ما فيه غير قناة صوتية واحدة بتطلع على جميع السماعات المشبوكة في الجهاز الصوتي وحنسمع صوت واحد طبعا الستيريوم مش شرط أنه يكون مختلفين يعني أنا ممكن يكون اليمين والشمال زي بعض بالزبط يعني مش مش شرط يعني طيب هلية خليني مثلا بدي في البداية بس قبل ما أشغل أو خليني أشغل التسجيل ولاحظوا أنه وانا بحكي آآ هاي مثلا لما أصمت بعدين لما أبدأ أحكي شايفين كيف الموجة تتحرك مع الحكي وكل يعني بدي أقرب مثلا المايك عليها القيتش شوفوا كيف حتى ها شايفين كيف الموجة بتختلف كل ما إني حكيت طيب خليني كمان أجرب أشوف يبدو هو المايك اللي مشبوك على الأوديشن الآن أو اللي بسجل مش هو المايك اللي أنا بحكي منه نفسه كيف بدي أتأكد من القصة هادي في في البرنامج إعدادات في هذه لو رحنا على فمن هان أنا بحدد أنهي مايك بدي أسجل منه بالفعل زي ما أنا توقعت لأن أنا قربت المايك توا علي بس ما اختلفت الموجة كان مفروض أن الموجة ترتفع يعني اللاحظوا هذا الارتفاع هذا الارتفاع معناته الفوليوم ارتفع يعني الموجة صارت عالية كتير يعني صوتي صار عالي فلما بععد المايك بتلاقي أن الصوت بنخفض هو برسم هانا قديش الصوت بكون عالي أنا هليتا من الانتيرنال مايك تاعة اللابتوب لكن أنا فعليا بحكي معاكم من اكستيرنال مايك فيه مايك خارجي أنا شابكو غير المايك بتاع اللابتوب هليتا بدي أشبك هذا تمام وهيس وبدي أقول له شبكت هليت المايك اللي أنا بحكي معاكم منه بدي أعمل هاي بدي أمسح هذا التسجيل كله أو بدي أفتح ملف ثاني وبدي أسجله خليه استيريو وهي أوكي وبدي أبدأ أسجل هليت ونلاحظ هاي لما أسكت هاي لما أبدأ أحكي شايفين كيف الموجة لما أقرب المايك شايفين كيف لما أقربت المايك الموجة كتير ارتفعت طيب هليتا بدي أوقف هيك أوقف التسجيل أنا طبعا هدا البرنامج مش للتسجيله بس لو إحنا عنا ملف صوتي وإحنا في اللقاء الجاي إن شاء الله حنشوف كيف نتعامل مع الملفات الصوتية بس خلينا اليوم إحنا على قدر مجرد بس إننا نتعرف على البرنامج ونفهم إيش يعني صوت اللي أنا بدي أعيد أنا تشغيل هاي الموجات هاي بدي أوقف وبدأ أشغل أبدأ أسجل هليت ونلاحظ هاي لما أسكت تمام لحظت هيا مبينة كتير إنه هليت لما لما نحكي الموجة مبينة ولما نصمت بتقف فإذا الموجة هدي معناتها إنه في حكي هانا في صمت هم في حكي هم في صمت هليتا ممكن أعمل زوم ممكن أعمل زوم يعني ممكن أقرب هاي في زرار هادي بتعمل زوم ممكن أقرب وممكن أبعد أكتر هاي كل الموجة لديش طول الموجة هادي هاي في عندي 17 هانا هدا الزمن تمام الآن الزمن هدا طبعا time display ممكن إحنا نغيره هو بيعرض هانا بالtime يعني بالوقت ممكن يعرض السامبلز السامبلز اللي هي اللي إحنا شفنا لما فتحنا ملف وقالنا 48 ألف سامبل في الثانية يعني إذا أنا 17 17 ثانية عندي معناته بدي أضرب 17 في 48 ألف بطلع عدد السامبلز اللي خزنها للمقطع الصوت اللي أنا خزنته هذا أو اللي أنا سجلته طبعا العمل مع الوقت أسهل العمل مع السامبلز ممكن نحتاجه لو كان في عنا يعني التعديل دقيق جدا على الصوت فممكن يعني نستخدم السامبلز لكن لو كان التعديل عام وما فيش يعني دقة في التعديلات فمش يعني حنشطل على الزمن طيب في إمكانيات يعني مختلفة في العرض كمان البرنامج ممكن يعرض هانا الديسبل هادي نلاحظين إنه الموجة هاي ارتفعت كل ما إنه ارتفعت الموجة هان فوق هاي بيرتفع مع الرقم طيب هل إيتها أوكي خلينا نمد هادي كمان عشر دقائق الآن نيجي لأ أجهزة أو أشكال عرض مختلفة هنا في شكل عرض بيعرض الترددات غير عن الفوليوم يعني هنا الفوليوم الصوت قديش الصوت مرتفع وقديش الصوت منخفض لكن هنا بيعرض أشياء تانية غير الصوت المرتفع والمنخفض هنا بيعرض الترددات هل إيتها شو يعني ترددات موضوع التردد إحنا في المحاضر النظرية هنشرحه أكتر لكن مبدئيا بتكم تعرفوا إنه في الترددات إنه فيه أنواع للصوت فيه صوت تردده بيكون عالي كتير وفيه صوت بيكون تردده منخفض كيف بتكم اتميزوه الصوت اللي بيكون يعني زي صوت التصفير هذا تردده عالي جدا بيكون يعني الموجات بتكون قريبة جدا وهذا إيه علاقة في التذبذبات الجزيئات اللي في الهواء الصوت الفض الغليض غالبا بيكون زي صوت الطبلة مثلا الطبلة صوتها بيكون تردده منخفض بينما المزيكة اللي بتنعمل من جهاز مثلا القيتار غالبا صوتها هيكون تردده مرتفع أكتر اللي بيانه نفسه الأزرار اللي فيه بيعطي أصوات مختلفة فيه منها ترددات منخفضة وفيه ترددات عالية فحتلاقوا الترددات العالية صوتها قريب للتصفير أكتر ترددات منخفضة حتلاقي صوتها غليظ أكتر فهان الترددات العالية حتلاقوا أن الأصوات هايها موجودة هان هذه الشاشة ممكن نصير نتحكم فيها ونقضى على الترددات المنخفضة أو نقضى على الترددات العالية إذا فيه تصفير عالي في الصوت يعني البرنامج ممتاز جدا في قصة التحكم في الترددات هاني هذه أحد الشاشات المستخدمة في موضوع الترددات هذه الشاشة تانية بتعطي أسماء التونز بتاعة الترددات وأهل الصوت المختصين في الصوت بيعرفوها هذه الأصوات أو الأسماء فبقولك أنه صوت على الأي فور أو البي فايف وهكذا فهذه أسماء بديلة عن الأرقام بدل ما يحكي لك على 12 ألف وعلى 18 ألف التردد فبيصير يعطي أسماء أو مسميات إلو هذه هي شاشات العرض بتاعة البرنامج طيب خلينا هلقتها نجرب مرة تانية نعمل زوم بدي أعمل زوم وأقرب بالكنترول ممكن أستخدم اللي هي الرول بتاع الماوس مع الكنترول كل ما قربت كل ما آآ يعني عملت زوم بقرب أكتر وأشوف الموجات هيا هذه هي الموجات بتاعة الصوت طبعا لو قربت أكتر هاي السامبلز كل نقطة من هذه النقاط تعتبر سامبل يعني زي البكسل اللي في الصورة هذه سامبل للصوت السامبلز هذه طبعا موزع على الزمن هنا الزمن إحنا أجزاء من الألف من الثانية شايفينها يعني الثانية آآ أو الثانية تمانية والجزء واحد على عشر تلاف من الثانية فأجزاء دقيقة جدا في الزمن طيب هلقيت في إمكانيات للشاشة هادي الشاشة هادي ممكن مثلا مقطع من الصوت زي هيك مش عجبني أحدده وراه عمله دليت في هاي باليمين دليت ونفس سر الكيبورد لو كبست عليه دليت بروح بحزف هادا المقطع من الصوت ببطل هادا المقطع موجود يعني إذا الكلمة هادي مثلا ما بدي إياها هاي لما أسكت تمام هادا الكلمة بديش إياها هاي دليت بطلت موجودة خلاص بتروح طبعا التوتل يعني الزمن الكلي بينقص من الصوت في عندك إمكانيات كمان إنه نتحكم بالفوليوم يعني ممكن مثلا الصوت هادا لهذا المقطع من الصوت أو من يعني هذا الجزء من الصوت بدي أرفع الصوت طاعه لأنه مش واضح منيح أو مثلا منخفض مش سمعينه منيح فممكن نزيده بمقدار مثلا خمسة بلاس ديسبيل بتلاقيه ارتفع شايفين كيف صارت الموجة أكبر هاي كنترول زد نزلت فالمقطع هذا ممكن أنا أرفع الصوت هاي ممكن أتحكم فيه زي هيك هاي زيادة عشرة ديسبيل عليه وهكذا ففي إمكانيات كمان إنه نعمل زي الفيد إن هاي الفيد إن كمفهوم معناته إنه أنا ممكن أخلي الصوت تدريجيا يزيد يعني هيك الصوت موجة الصوت دخلت مباشرة الفوليوم فيها عالي بس ممكن تلاحظوا في بعض الأفلام إنه الصوت بيزيد تدريجيا هاي الأداء مسؤولة عن التحكم في الزيادة التدريجية للموجة فبهيك إحنا ممكن نزيدها تدريجيا فهيك الصوت بيصير يرتفع شوي شوي وهذه ممكن تجربوها برضو على مقاطع صوتية يعني مثلا ممكن تعملوا open لملف صوتي أي ملف ملف أغنية أو إنشودة أو أي شيء فيها موسيقى وطبع لما تفتحوا موجة الموسيقى حتلاقيها مليانة كتير هنا يعني تردداتها كتير موجاتها الصوتية هنا الزوم نفسه ممكن نتحكم فيه ونصير ننتقل في الشاشة يمين وشمال فبهيك أنا ممكن أوصل لأي مقطع في الصوت الانتقال لملف صوتي تاني ممكن نعمل double click زي هيك بنروح على مقطع أو على ملف صوتي آخر الآن كمان ممكن نعمل نقل يعني ممكن أنا مثلا أعمل بدل ما أقص أغير يعني أبدل ممكن أعمل cut هنا وأقص الصوت اللي هان وأجي أحطه في مكان تاني أحطه مثلا في المكان هذا هاي بيست فأنا نقلت المقطع اللي كان في المنطقة هادي وجبته هان فبهيك ممكن أصير كمان أغير في الصوت وين يظهر يعني في مكان في البداية أو في النهاية وهكذا طيب في فكرة تانية كمان ممكن إحنا نعمل توليد للصوت آآ غير المايك ممكن إحنا نجيب موجات صوتية من عندنا يعني إذا أفتح ملف جديد هاي ملف جديد بدا روح على effects هادي وأعمل له generate هاي مثلا تون وهادي التون بتعطينا آآ آآ صوت لموجة هاي مثلا سمعين هادي هادي تون ممكن ناخد تونز مختلفة زي مثلا جرس تمام؟ وممكن هاي يحدده عشر ثواني هاي اوكي فلما عملت اوكي هاي جب لي هاي مدتها عشر ثواني هادي موجة جاهزة هادي من الـ هو أنشأها وممكن ينشئ كمان آآ أمواج أخرى يعني فيه نويز كمان ممكن ينشئ صوت نويز هاي اوكي هذا صوت التشويش فهذه الموجات ممكن هو يقوم بإنشاءها طبعا هذه من المصادر الصوتية ممكن يكون مصدر تاني جهاز زي ليبيانو مثلا وإحنا وصلين بدل ما أوصل للمايك كإمبوت لأليت أنا اللابتوب موصول فيه المايك هاي اللابتوب والمايك اللي أنا بحكي منه هذا موصول بكابل بدل ما أوصل للمايك ممكن أجيب ليبيانو جهاز ليبيانو وهو ليبيانو نفسه ينوصل في الإمبوت بتاع الجهاز طبعا هذه أفضل ما ناخد المايك نفسه ونروح نحطه جنب سماعة ليبيانو ليش؟ لأنه هيكا بيصير فيه تشويش في الصوت حيكون فيه نويز انتقال الصوت عبر الهواء من سماعة أو يعني مكبرات الصوت بتاعة ليبيانو للمايك بتاع الجهاز عندي هذا معناته أنه فيه نويز حيكون فالأفضل أنه ناخد الأوتبوت بتاعه ككيبل صوت وندخله في الإمبوت بتاع الجهاز بتاعنا وهو إمبوت المايك هيكا بيطلع الصوت واضح 100% بدون أي تشويش من فضاء الهواء اللي احنا شغالين فيه ولا فيه مؤثرات خارجية نهائية بتكون فيه طيب الله أعطيكم العافية ونشوفكم في لقاء قادم آخر إن شاء الله لنكمل في موضوع الصوت وإلى هنا لكم مني أطيب التحيات السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر